ليش وقت تبقى الأسعار المرتفعة صبر الناس يخلص السياسي دي يلعب بالنار هاي مو ريد وطن هاي ريد خبز ريد مي ريد أكل ريد حياة مو كريمة هاي السعامة حياة ريد ناكل الناس ممكن ينفذ صبرها اليوم كانت بروغة أمام البنك المركزي المتظاهرين سموهم قولة التشارنة هم اللي الظاهروا معرف ليش دائما تلسق بعد أي مظاهرات بالتشارنة أو التشارنين فضل وعدك تعقيب لا شفتك داد دون هو ايه بدي يعني واقعا هي يعني المصيبة كبيرة وبالتالي تحتاج ربما الكلام في حلقات حتى يضغط ولو جزء بسيط منعته بدون إصلاحات حقيقية وبدون إرادة وطنية للتخلص من تراكمات الماضي واقعا ما رح نوصل إلى فد حل بالأيام القادمة ذكر استاذ حكمت موضوع أنه الطبقة الوسطية أو خنسميهم التجار المتوسطين أو التجار الصغار هذه الخطوة نعم جيدة بحسب أهل يعني الاختصاص اعتبار يجب أن يكونوا اختصاص مقدرين واقعا لربما أحيانا مخفيين يعني بفضل الحكومات السابقة هذا التاجر يكون يعني يصير عدفة ثقة ثقة بيمن؟ أولا ثقة بالمصارف وثقة بالحكومة حتى ينتهج هذا النهج مثال عدنا كثير من المصارف وأنا ذكرتها في استضافة سيد مدير بنج المركز العراقي سابقا في مجلس النواف في اللجنة المالية بأنه عندنا كتلة نقدية كبيرة جدا للأسف ما جاي تروح للمصارف بسبب فقدان الثقة تلقاها موجودة في الدواليب في البيوت لكن ما موجودة في المصارف فهذا الموضوع يحتاج أولا يعني تعهدات من الحكومة بيعني إرسال رسال إطمئنان إلى التجار بأنه أنتم ما كنتم مشكلتهم سابقا كنتم تجمعون مجموعة التجار وبالتالي تتفقون وفد بنك معين وبالتالي البنك هو اللي يوفر العملة الصعبة حتى يستورد المواد حاليا جيد جدا ماك مشكلة خليتكون كأنما فد قروبات معينة ويجي هو التاجر ويقدم اللاقة حمالته ونبطيه بالدولار هذا الموضوع نعم راح يقلل الأزمة أنا حاليا هس بسبب يعني ذكرت سابقا الموضوع أنه البنك الفيدرال ونحن عندنا مشكلة حتى بالتاجر بل طبعا بهوية التاجر اليوم أنت تقدر تطلع طلع حوية من غرفة تجارة بغداد وانا قدر أطلع هذا الموضوع يعني سألأ قوي أنا مطلع حوية غرفة تجارة بغداد سنة 2011-2012 أنا لا تاجر ولا أب صحي ها مؤكفة حل مشكلة طبعا هي هالمشكلة إذا ما نوضع لها حل ويكون الحل مركزي هم هذه الإصلاحات وهذه الآليات أيضا لربما تاخذ تعرف دائما عندنا حلول وقوانينا جيدة جدا قوانينا حلوة مرتبة لكن للأسف من توصل التنفيذ أحيانا ما تنفذ طيب لو كان عندنا نظام حوكمة أتمت هذا موضوع الـ وبالتالي بنظام الحوكمة من أطفات وراء التاجر مباشرة يروح إشعار إلى البنك المركزي العراقي ويروح إشعار إلى المنافذ الحدودية وإلى هيئة القمارك ويذهب أيضا إشعار إلى الجهة المصدرة أو الجهة اللي راح نستورد من عندها راح عرف بالضبط جقد راح التاجر يجيب بالمواد لطيتها بالعمل لطيتها عرفا مئة ألف دولار راح أودي إشعار من الجهة اللي راح نستورد من عندها كم سنة يا رادي هذا النظام الحوكمة والله بسيط كم سنة تدري عبارة عن مجموعة حاسبات ونتوركوير ربطان يحتاج إرادة وطنية أستاذ الياس أنا أدري هو يحتاج فقط إرادة وطنية يحتاج إرادة والمنتفعين شوي يفكون من شرهم بدليل الإرادة الإرادة ما موجودة صار لها عشر ستين من ألفين وعشر أعلن عن موضوع الأتمة والحوكمة وللآن يقول لك موما متعطنين ببعض الإجراءات الحل الوحيد الحل الوحيد للخلاص من هذه المشاكل والتخلص من المنتفعين والتخلص من التزيف ومن استنفاذ العملة الصعبة هو موضوع الحكمة مجرد حاسبات توضع بالملافذ الحدودية تربط كلها أنا أروحياني إلى وزارة الداخلية عندهم في شيء جدا لطيف موضوع تجربة دوار الجوازات نعم قاعد السيد الوكيل ويتنوع أنا أروح أستمتع من أروحي قاعد يامنا أشوف جميع الدوار مع البطاقة الوطنية والجوازات تحت أنظاره ويتنوع بالضبط يشوف أكسار ازدحام ما ازدحام في كلك واحد في رسالة تنتهي المشكلة هذا الموضوع حد تكون أيضا حد تكون كاميرات مربوطة وتكون عبارة عن شبكة إلكترونية مرتبطة بالهاي أضارة بلقمارك وينتهي الموضوع لكن الأسعار ستبقى مرتفعة إلى فترة أبعد ما لدينا سياسة نقدية ثابتة وواضحة لحد الآن بسبب غياب استشارة أهل التخصص